يبدو بأن المؤتمر ماض في ممارسة دوره المحهود بأن يكون مطية للسلطة فالحزب الذي تأسس من كرسي الحكم يبدو بأنه الآن أمام سيناريوهات ثلاثة تحدد نوع وحجم تواجده وثقله المستقبلي والواضح أن التجاذبات على الحزب على أشدها وكل طرف يريد الظفر بالكعكة لكن الأهم الآن أين سيتجه المؤتمر وكيف سيجتاز حالة الدوار التي يمر بها بعد تصفية رئيسه على أياد ميليشيا الحوتي هل سيستمر الحزب في عقد تحالفه مع الميليشيا ويكون مضلة لمن مارس بحقه أبشع عنواع التصفيات أم أنه سيحاول فض تلك الشراكة والاتجاه نحو الشرعية وبالتالي يكون شريكا رئيسا في الخلاص من الانقلاب بعد أن كان شريكا بالقيام به أم أنه سيحاول العودة إلى المشهد من بوابة الأجندة الإقليمية التي تسعى إلى إعادة لملمة وتعمير المؤتمر بناء على مصالحها في الداخل اليمني أمام هذه التساؤلات تشير التحركات على الأرض بأن الحزب أوشك أن يكون ضحية يتوزع دمه بين الخيارات الثلاثة فالميليشيا اليوم تعقد أول اجتماعاتها بعد أحداث صنعاء وبحضور وزراء المؤتمر عدا ثلاثة منهم يقال بأن منسوب الثقة بهم لم يصل للنصاب المطلوب في المقابل هناك من بدأ يتجه إلى الشرعية ويلتحق بركبها في مجابهة الانقلاب وإن يكون بشكل فردي غير ذلك يعقد الاجتماع تلو الآخر في أبوظبي عند نجل صالح الأكبر الذي يرجح أن دولة الإمارات تعمل على إعادته ومن معه من حزب أبيه إلى الواجهة وفق تصوراتها هي لا وفق ما تقتضيه مصلحة اليمن ترجمة نانسي قنقر